في ليلة واحدة أزيحت عتمة الانسداد الحالكة بانتخاب رئيس الجمهورية والرئيس كلف المكلف بعد تأدية اليمين السوداني رئيس مجلس الوزراء المكلف 30 يوما من تاريخ التكليف هي المدة الممنوحة له لتشكيل كابينته كابينة تقول المصادر أنها على وشك الاكتمال أعتقد بأنه عندما كانت لديه زيارات لأقطاب العملية السياسية أو سقور العملية السياسية إنما أخذ الضوء الأخضر منهم من أن الكابينة ستكون كابينة مقبولة ولن تحصل هناك اعتراضات يعني على الأقل الإطار هم قد اتفقوا على شخصيات الكابينة وهنا لا بد أن تكون من الإشارة بأنه ربما أخذ الموافقات أيضا من قليم كردستان ومن القوى السنية وغيرهم وبعد التكليف بدأت رحلة المشاورات لتاليف الكابينة وإعداد البرنامج الحكومي برنامج استعرض الرئيس المكلف جزءا منه بكلمته التي تلت التكليف فيما تشير القراءات أن الإجماع السياسي فرصة للسوداني في الحصول على دعم أقطاب البرلمان في اختيار كابينته وتمريرها نحن بحاجة إلى حكومة مهنية مقتدرة بعيدة عن التسلط والهمنة واختيار عناصر قدر الإمكان كفوءة مهنية مقتدرة تعمل بشكل آمن بعيدا عن الفساد نزيهة شجاعة سيناريو تمرير كابينة السوداني تميل الكفة سياسيا لمرورها لا لعدم التصويت عليها لسيما وأن المصادر ترجح ممكانية تقديم كابينته قبل انتهاء المدة الممنوحة له من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير